مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سنتناول اليوم من علوم الحديث موضوع المزيد في متصل الأسانيد تعريفه لغة المزيد اسم مفعول من الزيادة والمتصل ضد المنقطع والأسانيد جمع إسناد أما تعريفه اصطلاحا فهو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال ومثاله ما روى بن المبارك قال حدثنا السفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فالزيادة في هذا المثال في موضعين الموضع الأول في لفظ سفيان والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم أما زيادة سفيان فوهم من من دون ابن المبارك لأن عددا من الثقات روى الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ومنهم من صرح فيه بالإخبار وأما زيادة لفظ أبا إدريس فوهم من ابن المبارك لأن عددا من الثقات روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكر أبا إدريس ومنهم من صرح بسماء بسر من واثلة ويشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان وهما أولا أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها ثانيا أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا لكن انقطاعه خفي وهو الذي يسمى المرسل الخفي ويعترض على الدعاء وقوع الزيادة باعتراضينهما أولا إن كان الإسناد الخالي من الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا وثانيا إن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي أولا أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترد ثانيا أما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك وأشهر المصنفات فيه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أفادكم وآمل أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله